نعود إلى ضيفنا في الرياض عبر سكايب الباحث السعودي في شؤون استراتيجية والأمنية فواز كاسب العنزي أهلا بك من جديد أستاذ فواز كنت قد سألتك قبل قليل عن وقع زيارة الوزير بلينكين إلى المملكة وهل عادت العلاقات بين أمريكا والسعودية إلى طبيعتها الطبيعية وسارت المياه من جديد في شرين هذه العلاقات في البداية تحية طيبة لك أستاذي ولضيوفك في الستيديو ولجميع المشاهدين أهلا بك في الحقيقة تأتي مثل هذه الزيارة لتعزيز الشراكة وأيضا تمكين العلاقات بين الدولتين الصديقتين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية دعني أستاذي أن ألقي الضوء بشكل سريع على تاريخ هذه العلاقة هي لها ثمان عقود ومن خلال هذه الثمان عقود هي مرت بفترات مثل هذه الفترات من توتر ومن ابتعاد ولبثت قليلا ثم عادت مرة أخرى ها هو الآن التاريخ يعد بنفسه ويكون هناك فجوة وتوتر بين البلدين ولكن الآن من خلال هذه الزيارة ومن خلال أيضا تغيير الخطاب الذي سمعناه من وزير الخارجية الأمريكي هناك توافق وهناك أيضا تقارب كثير جدا ونحن أبناء المنطقة في المملكة العربية السعودية نتفائل كثيرا في مثل هذه الزيارات والتي تأتي من وزير الخارجية الأمريكي وقبله كان المستشار الأمني الذي قام بزيارة للمملكة العربية السعودية في الحقيقة أتت هذه الزيارة لترميم العلاقة التي مر عليها عقدين من التوتر ويبدو لي بأن هناك تعرضات في المصدر عامين من التوتر هناك نقطة لافتة كانت في المؤتمر السحفي الذي عقده الوزيران بلينكين وابن فرحان حيث قال وزير الخارجية السعودي أن هناك خلافات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي السعودي على ماذا يتركز هذا الخلاف وماذا تريد السعودية من أمريكا بهذا الخصوص في الحقيقة الخلاف لم يكن عن البرنامج النووي البرنامج النووي عندما نتحدث عن هذا الملف فالمملكة العربية السعودية لها الحق الشرعي وجميع الدول في العالم لها الحق الشرعي في بناء مفاعلات نووية سلمية تخدم المنطقة وتخدم أيضا الأقليم في المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة ومجالات الزراعة والمجالات الطبية لكن الخلاف ليس فقط على البرنامج النووي إنما الخلاف على موضوع السياسة الاقتصادية لمنظمة أوبك بلص وزيادة الانتاج وتقليص الانتاج مما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك هي كانت تمليع وكانت تتوقع من المملكة العربية السعودية أن تتحيز أن يكون حيازا إلى الكتلة الغربية ولكن المملكة العربية السعودية هي وقفت في الحقيقة على عتبة وعلى مصدرة متساوية من جميع الدول سواء كانوا دول مصدرة أو دول مستوردة لمثل هذه السلعة والتي تعتبر السلعة الاستراتيجية تقف خلف التنمية الاقتصادية لجميع الدول حقوق الإنسان سيد فواز قال الوزير بلينكين أنه يمكن تعميق الشراكة بين البلدين من خلال التقدم في هذا المجال في حين أكد الوزير بن فرحان أن السعودية لا تستجيب للضغوطات وأنها تقوم بما يخدم مصلحة شعبها إلى أي مدى يشكل هذا الملف ملف حقوق الإنسان عائقا أمام تطوير العلاقات الأمريكية السعودية في حين أنه هو مدخل أساسي للعلاقات الصينية السعودية بحيث أن الصين لا تهتم بهذا الشأن في الحقيقة الصين هي تهتم في جانب الاقتصادي والجانب للتنمية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي لديها كثير من الملفات التي تضغط على بعض الدول ويأتي ملف حقوق الإنسان هي إحدى الملفات يبدوني بأن هذا الملف لم يعد له جودة أو فعال سياسية للضغط على المملكة العربية السعودية المتابع لسياسة المملكة العربية السعودية الداخلية منذ ستة سنوات ومنذ إعلان رؤية المملكة عشرين ثلاثين بأن هناك إصلاحات وهناك أيضا كثيرا من التغيرات التي حدثت على البستوى المحلي والاجتماعي والثقافي وحيث يأتي ملف المرأة وتمكين المرأة وتمكين الشباب إحدى هذه الملفات التي راهنت عليها المملكة العربية السعودية وعندما نتحدث عن موضوع الملف لحقوق الإنسان استاذي حقوق الإنسان هي ذلك الملف الوسيع الذي له مفهوم شامل لا يكتصر فقط على موضوع المرأة وحقوق المرأة وأنما على جميع الفئات كبار السن والشباب وأيضا أصحاب الإعاقة والمتابع لسياسة المملكة ورؤيتها عشرين ثلاثين هي جعلت كثيرا من الأهداف التي تخدم هذه الرؤية لتمكين الشباب وتمكين المرأة وأعطى جميع الفئات والشرائح في المجتمع المملكة العربية السعودية وأيضا إعطاء الحقوق للعمال في المملكة العربية السعودية والسواح والزوار أيضا على أرض المملكة العربية السعودية من هذا الجال سؤال أخير أستاذ فواز المحادثات الأمريكية السعودية شملت مسألة تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل هل تقترب السعودية من التطبيع مع إسرائيل رغم ربطها هذا الأمر بتقدم حل الدولتين وهل التقارب والتطبيع مع إيران يساعد السعودية في تحقيق التقارب مع إسرائيل وفي الحقيقة القارئة لسياسة المملكة العربية السعودية سياسة الخارجية هي الآن تبحث عن التعايش وتبحث أيضا عن جميع المجالات الدبلوماسية والسياسية لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة الشرق الأوسط ويأتي الاتفاقية السعودية الإيرانية في وجود المضلة الصينية هي مؤشر كبير جدا بأن المملكة العربية السعودية هي تدفع بسياساتها الخارجية لموضوع الأمن والسلم من خلال السلام نأتي لموضوع التطبيع مع الجانب الإسرائيلي المملكة العربية السعودية منذ إعلان مبادرتها والتي تبنتها جامعة الدول العربية بأن تكون هناك دولتين على أراضي الفلسطينية وأن تضمن أيضا حقوق الأخوة اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم وكذلك وقف تمدد المستوطنات الإسرائيلية يبدو لي بأن المملكة العربية السعودية من خلال هذه السياسة الخارجية وأنا أستاذي المملكة العربية السعودية هي تقود العالم الإسلامي وتقود العالم العربي وبالتالي هذه القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والقضية الرأسية ولن تتنازل عنها المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن الجهود الأمريكية هي مربوطة بالأمن القومي الإسرائيلي وبالتالي هذه مثل الأهداف السياسية الخارجية لها نعكاساتها على الانتخابات المقبلة الأمريكية طيب فواز كاسب لعنيزي الباحث السعودي في شؤون استراتيجية والأمنية من الرياض شكرا جزيلا لك